اهلا بكم من جديد حب الشباب من اكثر الامراض الجلدية شيوعا خاصة في مرحلة المراهقة وهو مصدر ازعاج يومي لاصحابها فما ان تلبط بالاختفاء تظهر اخرى غيرها ويمكن ان يعاني الناس من كل الفئات العمرية منها بسبب التغيرات الهرمونية فكيف يمكن معالجة هذه المشكلة وهل هي حكر فقط على الشباب؟ للمزيد تنظم الينا من دبي دكتورة منار العزيز اختصاصية الامراض الجلدية وتجميل البشرة صباح الخير دكتورة وهنا بكم صباح الخير صباح الخير يا دكتورة هل هو بس حكر على الشباب راحت علينا؟ سؤال مهم جدا لا هو اسم حبوب الشباب ولكنه اسم خاطئ لانه ايضا يسيب الفئات العمرية المتقدمة الاسم خاطئ لان احنا اول ما لاحظناه لاحظناه في سن الشباب وبالتالي اسمه حبوب الشباب شفنا حالات حبوب الشباب في سن الثلاثين والاربعين والخمسين والستين طب يمكن بيثير الفضول هذا الموضوع اذا اشخاص مثلا في سن المراحقة لم تظهر عندهم هذه المشكلة ممكن ان تظهر على كبر بسبب مشاكل هرمونية او غيرها من الامور؟ دي حقيقة لما بنفحص المريض بسأله هل اصبت بحبوب الشباب عند سن البلوغ لان المفروض التغيرات الهرمونية في سن البلوغ هي اللي بتسبب حبوب الشباب يقول لي لا يا دكتور انا عمي ما شفتها في سن البلوغ ولكن شفتها في مرحلة متقدمة سواء كان راجل او كان ست وغالبا بتظهر في بداية العقد الثالث عند ثلاثين سنة وطلوغ يعني من بعد الثلاثين تظهر عليهم؟ مزبوط بسن الخمسة وعشرين ممكن تيجي وبداية من سن الثلاثين وكمان كل ما نتقدم بالعمر طيب كيف تتكون وبالتالي ايضا اين يعني هل تكون دائما في الوجه ام قد تظهر في اماكن اخرى مثلا في الجسم دكتورة الظهر؟ ده سؤال مهم جدا حبوب الشباب لو قلنا ايه الاسباب ليها الاسباب بيكون جين انت بتورسه من الاجداد زي ما بنورس جين مثلا بيتسبب في حدوث مثلا بعض الحصوات بالكلة وبعض الحصوات بالمرارة فهو عبارة عن جين والحد النهاردة الطب مقدرش يعالج الجينات وإلا كنا نتخلصنا من امراض كتيرة وانما بنعالج لحد دلوقتي عرض الجين وبالتالي بيفضل معنا الجين مدى الحياة وتحت ظروف معينة ممكن انه هو ينشط ويسبب حبوب الشباب وعلاج الجين مش موجود ولكننا نقدر نعالج العرض اسألني كده اقول لي يعني يا دكتورة هل يوجد علاج الحبوب الشباب للأسف لا يوجد ولكن يوجد ما يسمى الكنترول أو استيطرة على حبوب الشباب طيب دكتورة هل من فيتامينات أو أدوية معينة قد تتسبب في ظهور هذه المشكلة عند بعض الأشخاص مصبوط زي ما قلت لك هو جين وهذا الجين يتأثر بالبيئة ويتأثر أيضا بالهرمونات زي الأدوية ايه مثلا يعني مثلا لو وجدنا المرضى بياخدوا علاجات مثلا ضد السكاري أو ضد ارتفاع ضغط الدم أمراض الكولة أمراض الليفر أو الكبد كل الأشياء دي بتتسبب في حدوث حبوب الشباب كمان الرياضيين اللي بياخدوا بعض الهرمونات أو الفيتامينز لتكبير العضلات فبينلاقيهم دايما بيشتكوا من بشرة دهنية أو من حبوب شباب أو من تغير فلون البشرة ويهمني هنا أن أقول كلمة حبوب شباب مش معناته بالضرورة ظهور حب صغير وإنما قد ممكن يكون بعض الأشور أو الزيوت الشديدة اللي بتفرزها البشرة سواء كان في الواجه أو في الشعب وسألتوني كمان هل بس الواجه هو اللي بتأثر ممكن نلاقيها في مقدمة الضح أو الثد أو عند الكتوب قد تظهر أيضا في المناطق الحساسة ومناطق أخرى من الجسم طيب دكتورة قد تظهر بشكل خفيف عند بعض الشباب أو حتى الكبار في العمر حتى لا نقول فقط الشباب وتظهر بشكل شديد عند البعض الآخر يلجأ البعض إلى استخدام منشفات كيف سينعكس ذلك عليها مستقبلا؟ هل ممكن أن تتطور لتصبح ندوب؟ ما زلنا بنقول أن علاج الشيء لابد أن يتم عن طريق جذوره يعني إحنا بنعالج المرض من الجذور حبوب الشباب زي ما حدثتك تفضلت هناك منها صورة بسيطة وصورة متوسطة وصورة شديدة جدا قد تمنع الإنسان أن يروح شغله أو يقعد في البيت في الحالة دي لازم من زيارة طبيب الجلدية اللي بيقدر يقول أن حالة المريض تحتاج إلى علاج عن طريق الفم أو تحتاج فقط إلى علاج عن طريق مجموعة من الكريمات والغسلات وأحياناً بنستخدم الاثنين سواء وأحياناً نلجأ أيضاً إلى علاجات هرمونية لتصبيت الهرمونات خصوصاً في بعض الأمراض زي تكايز المبايد عند السيدات بضطر أن أتعاون مع الطبيبة النسائية علشان أزبط الهرمونات بتاعة الأنسة والمرأة اللي بتعاني من حبوب الشباب وأحياناً بعد كده ألجأ إلى بعض التقشيرات الكيميائية وإلى الليزر وكرة تاني مش مفروض أن المريض يروح للصيدات اللي ويسأله أتخدم إيه لحبوب الشباب التواجم إلى الطبيب مباشرة طب دكتورة في بعض الأشخاص ما بيستحملوش يشوفوا حاجة فوشهم زي ما بنقول يعني تظهر بعض الحبوب أو رؤوس سوداء رؤوس بيضاء وبيحاولون أنهم يتخلصوا منها ومن المواد الدهنية المتواجدة في هذه الحبوب هذه العادة هل تؤذي بشكل كبير هل تسبب ندبات في الوجه؟ أكبر خطأ بيتم أن المريض بيلعب في الحبوب وخصوصاً هو بيتفرج على التذي وظمن منه أنه لو فعص الحباية أو معاصها بيتخلص منها للأسف الشديد الحباية هي عبارة عن نشاط في الغدة الدهنية فالغدة الدهنية بتكون موجودة تحت الجلب المريض اللي بيلعب في الحباية خصوصاً مرض حبوب الشباب الصغار والكبار كمان ساعات بيكون عندهم إدمان أنهم هي معاصوا الحباية بيحصل أنها بتنفجر تحت سطح الجلب وبتسبب مشكلات قد يحدث هب كتيري يؤدي إلى حدوث بعض الخراجات أو بعض التهبات اللي مليانة قيح وموجودة في البشرة فأنا بنها الناس عن أنهم يلجأوا لده وكل المرضى بتوعي يعرفيني أن أنا بقول لهم إذا لعبتوا في حبوب الشباب ما تجوش الزيارة اللي بعد طيب دكتورة منار أود أن أسأل هل لها فترة زمنية معينة دورة معينة بأنه تبدأ لمدة ثلاثة أشهر أربعة أشهر سنة وتنتهي هذه الحبوب أو هذه التجمعات الدهنية سؤال ممتاز زي ما قلنا مراجعة سريعة تبدأ في سن البلوغ أحياناً لو نراها في سن البلوغ نراها في مراحل متقدمة هذا جين يتأثر بالبيئة بمعنى أنه لما يكون عندنا ضغط شديد جداً أو ستريس في الشغل أو في الحياة قد تظهر حبوب الشباب خصوصاً قبل الدورة الشهرية خصوصاً قبل مثلاً الامتحانات والاختبارات الواحد مع الستريس والمذاكرة ممكن تظهر له حبوب الشباب قبل الاستعداد لشيء معين عند تناول بعض الأدوية عند حدوث بعض الأمراض زي تكويس المبايد ولازم كمان نفحص ساعتها ونتجري الطبيب لأنها قد تعكس مرض داخلي جوى الجسد مش بس مجرد أنها بتظهر على الجلد حينما تظهر حبوب الشباب بناخد العلاج المزبوط قد تستمر أنها ما نشوفهاش لمرة تانية لمدة ست شهور سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين مدى الحياة لا نعلم قد تتحسن أثناء الحمد قد تسوق أثناء الحمد للأسف الشديد نحن ما نبقاش عارفين طبيعة المريض إيه ولكن المراجعة الاستخدام الجيد لمستحضرات التجميل بيفدنا كثيرا دكتورة هناك بعض الاستفسارات من المشاهدين على تويتر ما هي أفضل طريقة للتخلص من البثور السوداء على الوجه أنا دايماً بقول أول ما بتلاقي حبوب زهرة على وشك هتتوجه إلى طبيب الجلدية طبيب الجلدية بينصحك بإجراءات الفيشيلز اللي بعض الناس بيروحوا يعملوها من حالهم في السالونات صورة دورية لو أنا عملت الفيشيل ده وتنظيف البشرة والتنظيف العميق أفضل أنه يكون تحت إشراف طبيب وفضل أنه يتعمل مرة شهرياً وليس أكثر من هذا من مرة إلى مرتين لإزالة الحبوب السوداء ثم أن أنا بطلب من الطبيب يقول لي الكلينزر أو الغسول المناسب للبشرة اللي بيستخدمه تنظيف البشرة مهم جداً كريم بحطه قبل منام وكريم بحط الصبح وإذا احتاجنا إلى بعض المضادات الحيوية أو احتاجنا إلى حبوب الرؤكيتان المشهورة اللي بتنشف الغدد الدهنية بيكون ده تحت إشراف الطبيب دكتورة باختصار أريد أن أعلم ما هو سبب تكون الثالول المزعج على الجلد وهل ربطها بسلك للتخلص منها مضر؟ لا أعرف ما لا يقصد بربطها بسلك أقول لك السواليل الجلدية النتوات البسيطة اللي احنا بنقول عليها مصمار الجلد أو بنقول عليها السنطات أو السلولات الجلدية بيكون سببها مجموعة من الفيروسات بتكون موجودة في الهواء بتؤدي إلى حدوث هذه السواليل وقد تنتشر في الأصابع أو أجزاء الجلد بعض الناس بتجيب خيط رفيع أو بتجيب فعلاً تلك رفيع وبتربطها بتقطع عنها الدورة الدموية فبتنشف وبتقع أحياناً بنستخدم دوت من العلاجات كنا بنستخدمها بالزمانات وفعلاً بتجيب نتيجة دلوقتي طبعاً الليزر والكي الكهربائي والعلاج بالتبريد بيخلصنا منها فوريا مش محتاجين السلك في حاجة شكراً جزيلاً لك يا دكتورة مناري العزيز اختصاصية الأمراض الجلدية وتجميل البشرة شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك